اشتركوا في القناة الرمضان المبارك والصيام للامهات اللي عم بيرضعوه اول شي حاب اشكر كل الدعم اللي عم يوصلني عطيكن الف عافية وشكرا لكتير للي عم يحبوا البودكاست ولما عم تعلقوا لي عم يكون كتير سعيدة شكرا للكم اليوم انا بدي احكي لكم عن الصيام بسم الله الرحمن الرحيم كلامو انتو بخير ارم رمضان ويمكن ضلوا عم تسمعوا هذا البودكاست او هاي الحلقة يمكن بنص رمضان فدايما كل عامو انتو بخير بالنسبة للصيام اول شي تذكري انو في رخصة رخصة الفطور للام الحامل والام اللي عم بترضع فيه لها اقوال ووجه وفيه عليها عراء كتير فانتي اسألي حدا مختص بهذا الموضوع وتأكدي انك تعرفي انو فيه اقوال مختلفة يعني بحسب الموضوع مضبوط وشوفي بس الاكيد الاكيد بكل المذاهب وبكل الاراء فيه رخصة للام اللي بترضع والام اللي حامل الام اللي بترضع وبدها تصوم انا بنصحة تطلع على حالتها ما فيه جواب واحد هاي نور انا عم رضع فيه نصوم ياس نو لا ما فيه هيك شي فبيعتمد على شو بيعتمد على صحتك طبيعة جسمك وطبيعة حليبك يعني الام اللي هي شو ما بتعمل دايت شو ما بتقلل الاكل شو ما بتوقف مثلا وجبة وبتشيل وجبة اي شي بالحليبة هاي الام لا ما تصومي فطري لحتى ما يتأثر حليبك ويقل لانو انتي حت تكوني بدون اكل وشرب لمدة طويلة بالصيام الام اللي هي اللي بعدها مثلا البيبي اللي عمره تحت الست شهور فهو معتمد توتالي على حليب الام ووزنه ونموه يعني ممكن يكون على الأد او على المنحنة اوكي ولو وقفنا وصار معنا جفاف هون ممكن يتأثر وزن البيبي سو الطفل اللي معتمد على امه اعتيه معت كامل الطفل اللي وزنه عم بزيد زيادة طبيعية ولكن قليلة نوعا ما او طبيعية على الحد الادنى من الطبيعي هون بدنا نكون منتبهين هاي الام اللي بدها تطلع على هالأشياء سوديك كوني صحية سوديك كوني صحية سوديك صحي جسمك صحي ما عندك أمراض ما عندك أشياء تانية زائد انه مو بسهولة جسمك بتأثر بقلة الأكل طيب تاخد بريك تفطري عدد أيام وترجع تصومي مرة تانية أو انك تكملي على طول تفطري هذا الشي بيعتمد على حالتك في امهات بيختاروا انهم يصوموا يوم ويفطروا يوم أو يصوموا مثلا يومين يفطروا يومين أو يكون صيامهم أقل من فطورهم أو العكس كله بيعتمد على جسمك وعلى بيبيكي إذا شفتي البيبي عم يبكي كتير عم يرضاعي رضاعي يمص يمص ما يطلع له أو يبكي فسنج يعني صار يعصب على الرضعة كتير أنا بكون يعني ما نسع عيدة وكتير بكون حزينة لما بلاقي إنه الأمهات عددهم اللي بيخلص الشهر الفضيل ودخل الصناعي على البيبي كانت الأم عم تردعي كل الوقت طبيعي وفجأة صار في عنا صناعي بسبب الصيام يعني سبحان الله كنا عم نحكي مع مرشدات الرضاعة والأمهات في فقه الأولويات هذا اللي كنا عم نتناقش فيه يعني الله يجزاهم الخير لكل الوقت في أولوية أنت هلأ أولويتك إنه أنت أم وعندك بيبي صغير ورب العالمين رح يأجرك إن شاء الله على هاي الطاعة وأن الله تعالى يعني رح يساعده إنه أنت عم تاخدي هاي الرخصة مثل ما بيكون يعني بيحب إنه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فيما معناه يعني الحديث ما أنا متأكدة فالفكرة إنه رب العالمين لأنه هو الخبير العليم هو بيعرف صحتنا وبيعرف طاقتنا فعاطي الأمهات هاي الرخصة خلي في بالكم هذا الشيء وإنه صح حيكون صعبة عليك لما تقضي لحالك بس إن شاء الله بكرة بيكبروا الأطفال وبيصير عندك السنة كلها إذا بتصومي تنين وخميس بتصومي تلاتة ربعة أيام بالأسبوع بيخلص الشهر وإنتي محاسة إذا أنت عم تقضي إن شاء الله طيب خلينا نحكي عن الصيام أنا هلأ صايمة مثلا وأنا أم مرضعة شو لازم أعمل شو هي النصايح اللي ممكن تفيدني إذا أنا اتبعتها هاي النصايح تكون نصايح صحية للصيام الأحسن والأفضل إنه كل الناس يتبعوها مو بس الأمهات اللي عم بيرضعو أوريت واحد لما تتسحري أو لما تعكلي السحور جربي إنك تتبعي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخري السحور وهذا الشي فيه إن شاء الله بركة عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله رحيساعدك إنه أنت يكون عندك طاقة لمدة أطول من النهار شو مميزات السحور هاد لازم يكون السحور مو بس تشرب فيه مي ويكون فيه مي أكل يعني كل الخضروات اللي مليانة مي لحتى جسمك يكون عنده مي كتير مو بس من الشرب كمان من الأكل حتى الفواكي حتى الأكلات أهم شي يكون عندك الألياف والمي لحتى جسمك يكون عنده ترطيب عالي من وقت ما تتفطر إلى وقت ما تتسحري حاولي كل ساعة لساعتين تشربي كوب لكوبين مي لحتى تساعدي جسمك مو فجأة يأخذ المي ويعني ما يكون عنده مي باقي الوقت سو بدك تضلي وعم بترطبي جسمك كل مرة كمان شي كل الأكل اللي فيه بوتاسيوم لحتى يقلل العطش موز أفوكادو الفواكه المجففة هاي الأشياء ممكن تساعدك إنك تقلل عندك العطش وتساعد جسمك إنه يكون فيه عنصر البوتاسيوم المهم للجسم كمان شي ممكن يكون فيه كتير بأكلك أشياء بتزيد الحليب يعني خليني أعطيكم على سبيل المثال طبعا بالنسبة للأكل مثل ما أنا دايما أبقلكم بيختلف الاستجابة للأكل من أم لأم يعني أنا فادني الشوفان فلانا ما فادها الشوفان هي بيفيدها الأفوكادو أنا ما فادني الأفوكادو بزيادة الحليب ما لاحظت مو يعني ما فادني بس يعني أنا ما لاحظت زيادة حليب سو هاد الموضوع بيختلف من أم لأم اتفقنا سو شو هنالأكلات اللي ممكن تفيدك شوفان حطيه بالشوربة المكسرات خديها سناك بدل القيمات والأطايف والأشياء خديلك خمطة مكسرات أو كمشة مكسرات أو نسكو بمكسرات نية غير مملحة ما نبراسست لحتى تعطيكي الكالوريز وتكون السناك مفيد وكمان تضدلك الحليب أوكي السناك شي مهم أنه أنت بين الفطور وبين السحور تمرقي أشياء بسيطة تزيد الحليب حطيتيلك جرانولا بار حطيتيلك جوز هند وات كوكونات واتر ما يجوز الهند مع مثلا فروتس داخله بري هايدريتنج كتير منيح حتى يعني يروي الجسم ومفيد للحليب سالمون ممكن يكون على الأفطار صحن صلطة كبير رز أسمر سالمون ما شوي كل الأكلات اللي بدك تاكلية على الأفطار لازم تكون مغذية مغذية يعني إنه كأنه رمضان هو الشهر اللي نحن نتناول فيه المشروبات السكرية اللي مليانة أصباغ وألوان ومليانة سكريات وفيها صفر فيتامينات ومعادن فاديروا بالكم إنه نبت نصح الأمهات اللي عم بيرضعوا بالذات وكل الناس إنه يكون مشاريبهم ماء لبن ما يجوز الهند فقط 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 لا غير إذا أنت ركزتي إنه هذا اللي عم ياخده جسمك لأنه أنت معدتك قدش قد صغيرة ما رح تساع كمية أكل كبيرة كل ما أنت حطيتي فيها أشياء فارغة من الفيتامينات والمعادن والمغذيات كل ما أنت ضيعت هاي المساحة اللي بمعدتك سوكلي على قد معدتك أكل مفيد مغذي سوخضروات مهم أخدتي شوربة فيها خضروات كتير شعيرية وهي ما فيها مغذيات لا بديها يكون فيها مغذيات بيتامينات معادن بروتين الكريبوهايدرات تكون فيها معقدة مثل مثل البطاطا الحلوة الجزر البطاطا ما يكون نشويات فاضية مثل الباستا البيضة والرز الأبيض أو الخبز الأبيض خلي كل أكلكم الأبيض يصير أسمر باستا خبز رز أي شيء يكون أسمر أفضل مشان يكون عندكم ألياف ويكون فيه فيتامينات ومعادن محتاجة جسم لا تنزلي بليذ ما تنزلي عن ألفين كالوري ولحتى إذا أنت بكينزل وزنك كوني أكتف بس ما تعملي كالوريز أقل أوكي ارفعي نشاطك لا تقللي الكالوريز تابعك لأنه أنت عم بترضعي هديك اليوم حكيت نئم كثير أنا عن جد تأثرت بهذا الموقف لأنه كثير شطورة وكثير مثابرة وكثير يعني كثير عارفة فوائد الرضاعة وأهميتها وهي أصلا يعني كل وقت عم تردع طبيعي بس صامت كانت يمكن عم تقضي أو عم تتدرب على الصيام يعني عم تشوف جسمها وفورا هبوط السكر هبوط بالضغط وفاتف على المستشفى لأنها ما عم تقدر أنها تتحرك ولا شي لأنه أكلها قليل ما عندها طاقة وبالتالي جسمها فورا تأثر فهذا الشي هون شو بيصير أول تصرف من الجهة الطبية بالذات الغير مؤيدة للرضاعة وغير داعمة للرضاعة يلا وقفي رضاعة أنت جسمك مو متحمل خلينا نشوف هاي الأم شو الأكل اللي عم تاكله شو الطاقة اللي عندها شو عم تعمل أوكي أكلي قليل هون المشكلة مو المشكلة أنها عم بتردع المشكلة أنها ما عم تاكل شايفين الفرق سو خلي الرضاعة أولويتكم أي وقت بتحسوا بتعب فطروا لو كنتي حامل أنا كنت حامل وقت لارا السن الماضي يعني كنت بالتامن ولأنه كنت يعني إرهاق وتعب وصيام وعلى سفر لما وصلت يعني على وجهة السفر تبعي طبعا ما كنت صايمة أثناء السفرة بس يعني اليومين اللي بعدها فورا صار يصير عندي تعاب وصار يجيني طلق فجسمي صابوا جفاف الجفاف أدى أنه عندي طلق وأنا أصلا بالتامن فهون المدوايف شو قالتلي الله يجزيها الخير عايشة قاتلي هلأ بتروحي بتفطري قاتلي عايشة الساعة ثلاثة يعني ما فيني أنا كمل الصيام قاتلي نور هلأ بتروحي بتفطري لأنه أنت عم تحطي صحة الجنين في خطر أوكي البيبي محتاج يضل في بطنك للطلق مو من مصلحة البيبي والحمل فأنت عم بتضري يعني عم يجيكي عم يجيكي إشارات بدك تاخدين ولا بكتهم ليون أوريت إزا شفتي إشارات خديون لا تهم ليون وتذكري أنه لو كسار معك نفس هاي الأشياء وأنتي حامل كنتي رح تفطري فلا تضحي بالرضاعة لأنها أقل أهمية من الحمل الرضاعة مهمة والحمل الصحي مهم كله نفس الأهمية أوكي كله لصحتك وصحية البيبي هذا كان أهم الأشياء نطلع على العلامات ناكل رجع على الأكل كلتي سالمون كلي سبانخ كلي مكسرات نية كلي أفوكادو سمسم حطي السمسم على كل الأكل سو حطيتي مثلا أكل تيروب حطي عليه معلقة سمسم أكلتي أرونو ساندوتش أي شي حطي عليه مع أي شي أي شي حطي عليه معلقة سمسم أنا بحبه السمسم كريسبي وطيب ومفيد في كالسيوم كتير منيح وممكن يكون يزيد لك الحليب وأحسن من الرهش وأحسن من أنك أنت تاكلي براسست في أي شي تاني لأنه الرهش هو سمسم بس مضاف له كمية سكر كبيرة سو ممكن عم ناخد كالرز ماء لداعي وممكن يكون سبب لزيادة الوزن لا تاكلي السكريات الفاضية القيمات أطايف كل شي مآلي وفيها سكر لا تاكليهم بعد يعني هم على قولة جيمنادس نادية عملت هاشتاغ اليوم شفته جميلات من غير القيمات وكانت معلقة على فيديو أنه شو قالت نادية قالت أنه القيمات والأطايف ما تغير طعمهم من السنة الماضية هو نفسه ضحكتني فبالفعل ما في شي تغير طعمه كلي أكل مفيد كلي أكل صحي لا تأربي على الأكل اللي مو صحي مشان سوم وتصحوا بالأكل الصحي مو صحوا بالمشابيس اللي منحلم نفردها والمقالي والسكريات اللي منشربها كل هاي الأشياء بتنزل صحتنا أكتر ركزي أنه يكون رمضان صحي وأنا الأمهات اللي بالقروبات بيعرفوني بقلهم أنا برمضان إذا طمت وضع النبتة يعني بحاول ما أطلع من البيت بحاول أقلل التعرض للحر والإضاءة والشمس وهالأشياء وحاول أنه أنا وفر كل الطاقة تبعتي أني ما أتعب وأني ما أخسر طاقة يعني الأم اللي موظفة والأم اللي عندها طلعة ديري بالك أكتر حاول أنك توفري طاقتك العزايم الطلعات الأشياء كلهم حاولي توفري طاقتك وحاولي تكوني دائما صحية وتحافظي على صحتك إذا أنت خطرتي أنك تصومي مع الرضاعة الطبيعية أي وقت بيقل الحليب فطري رضعي 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 شربي ماء شربي ماء شربي ماء بيرجع الحليب إن شاء الله عندك أي أسئلة حاكيني أنت قوموا بتخطي على إنستغرام أنا معكم إن شاء الله وإن شاء الله كل آياتكم تكونوا بصحة وعافية وكل عام وأنتو بخير إن شاء الله البودكاست رح يتوقفوا برمضان كلنا رح يكون مشغولين والله هيك يتقبل منكم ومننا ويبلغنا رمضان صيام وقيامة ويبلغنا ليلة القدر يا رب وإن شاء الله تكونوا من المقبولين رح يتوقف البودكاست برمضان وإن شاء الله بشوفكم بعد العيد بإذن الله مع كل حب وإن شاء الله تكونوا بخير مع السلامة اشتركوا في القناة